بسم الله الرحمن الرحيم ارسم هذا المركب ارسم لي الصيغة البنائية مالتا راح تقول لي كربونة كربونتين ثلاث أربع وعشر هيدروجينات واحدة ثنتين ثلاث أربع خمسة سبع ثمان تسع عشر ما راح اكتب الهيدروجينات انت فاهم نهاية الرابطة يعني هيدروجينا اوكي يطلع لي طالب ذكي يقول لي لا استاذ لحظة ما اقدر اسوي كذي واحدة ثنتين ثلاث اربع وعشر هيدروجينات اقول ان بلا تقدر لان انا لما اعطيتك هذه الصيغة الجزائية ما شرط انها تكون الكان مستقيم اذا قلت لك ارسم للكان المستقيم لهذه صيغته تقول لي هذا هذا مستقيم لكن هذا الكان متفرع وله نفس عدد الذرات اللي هنا هذه الظاهرة يسمونها ظاهرة التشاكل شنو يعني التشاكل يعني صيغة جزائية واحدة لكن لها اكثر من شكل لها اكثر من شكل في الصيغة البنائية لذلك انا اقدر اعرف المتشاكلات بالانجليزي اسمها الايزومارات ايزومارز بالانجليزي بس معاربينها غصب ربعنا هي مركبات لها نفس الصيغة الجزائية لكنها تختلف في الصيغة التركيبية انواعها ما استبعد ان اتيك على شكل خريطات مفاهيم في الامتحان ايزومارات تنقسم نوعين هيكلية وفراغية الفراغية هندسية وبصرية هذا كلها شغل جامعة مو مطلوب منك ولكن المطلوب منك هنا الهيكلية اللي هي السلسلة ايزومارات السلسلة ومجموعة الوظيفية واختلاف الوظيفة ابسط نوعه هو ايزومارات السلسلة وهو اللي شفناه قبل شوي ان تختلف هذه الايزومارات في ترتيب الذرات والروابط بس تتشابه في الصيغة الجزائية لو عدينا اي واحد من هالاشكال اللي نشوفها عدينا الكربون فيه واحد اثنين ثلاث اربع خمس معناته سي فايف ولو عدينا الهيدروجينات واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر هداش اثني عشر معناته اتش اتولف راح تلقى نفس العدد في كل المركبات هذي واحد اثنين ثلاث اشي الفرق بينهم هذا سلسلة مستقيمة هذه سلسلة لها تفرع واحد وهذه سلسلة لها تفرعين اذا انا اقدر اني اسوي متشاكلات او ايزومورات سلسلة عن طريق عمل تفرعات يعني ارسم اول شي سلسلة طويلة بعدين افرعها كثر ما افرعها انا كون سويت ايزومور يديد لاحظ ان كل واحد لا اسم يعني هذا بنتان هذا بيوتان وهذا بربان النوع الثاني من ايزومورات هو ايزومورات موقع المجموعة الوظيفية المجموعة الوظيفية هذه تميز المركبات الهيدروكربونية واحنا ما درسنا منها الا بس الرابطة الثنائية والثلاثية فموقع الرابطة الثنائية او الثلاثية اذا تغير يسوي لي ايزومور يديد مثلا هذا واحد strategic تلاحظ الرابطة الثنائية وأينها على الكربونا رقم واحد بينما هنا على الكربونا رقم efنين توجد الرابطة الثنائية فهذا الأثنين نقدر بنقول عنهم متشاكلات او ايزومور لبعض وهما متشاكلات المجموعة الوظيفية حيث أن المجموعة الوظيفية هي اللي تغير موقعها آخر نوع هو آيزومارات اختلاف الوظيفة اختلاف الوظيفة يعني شنو يعني لو نعدها الحين نشوف ثلاث كربونات ست هيدروجينات أكسيجينة واحدة معناته هذا C3H6O وهني رح نلقى نفس العدد وهني رح نلقى نفس العدد اللي صارنا الأكسيجينة هذي مو بس تغير موقعها تغير موقعها تغيرت الذرات اللي مرتبطة فيها أصلا وصار لها اسم مختلف إذا تذكرون قلنا إحنا إذا شفنا الشكل هذا فهذا ألدهايد وقلنا إذا شفنا الشكل هذا فهذا شكل كيتون وقلنا إذا شفنا OH طرفية مرتبطة بكربونا هذا شكل كحول لما تغير تغيرت الوظيفة يعني هذه مجموعة الألدهايد هذه مجموعة الكيتون وهذه مجموعة الكحول تغير نوع المركب الكامل تغيرت صفاته وخواصه لذلك لاحظنا هذين لهم نفس الصيغة الجزائية لكن لما رتبنا الذرات بطريقة معينة تغيرت الوظيفة بكبرها من ألدهايد إلى كيتون إلى كحول وهذا التغير سوى لأيزمرز لكن شنو نوع الأيزمرز هو ايزمرز اختلاف الوظيفة يا رب تكونوا استفادتوا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر